هنأ رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة الثلاثين من يونيو جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس حيث أكد رئيس المجلس النواب أن تلك الثورة ستظل علامة فارقة في تاريخ الوطن وشدد رئيس مجلس النواب على أن ثورة الثلاثين من يونيو قد غيرت مجرى التاريخ المصري الحديث وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني بعد الإطاحة بحكم جماعة إرهابية أرادت اختطاف الدولة ومؤسساتها موجهان التحية للشعب العظيم الذي طالما تحمل تبعات بناء الدولة الحديثة عن وعي وإدراك منه بأهمية الارتقاء بالدولة في ظل متغيرات دولية وإقليمية شديدة التعقيد كما وجه المستشار الدكتور جبالي تحية لجيش مصر العظيم ورجال الشرطة البواسلي على ما قدموه من وادب وطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر